سلام عليكم حياكم الله جميعا بهذا الفيديو الغير معتاد على القناة واللي بخص مؤتمر Unpacked 2020 لسامسونج واللي أعلنوا فيه عن جهازهم الجديد كليا الجالكسي Z Flip والنسخة الجديدة من سلسلة الـ S باسم الـ S20 بالإضافة إلى سماعات الجالكسي Buds Plus رح أعطيكم أهم المعلومات عنهم إن شاء الله بإيجاز مع انطباعات بسيطة على كل واحد فيهم وخلينا نبدأ مباشرة وبدون أي تأخير رح نبدأ أول شي مع الجالكسي Z Flip اللي افتتحوا فيه المؤتمر وهو عبارة عن الجيل الجديد من الأجهزة القابلة للطي من سامسونج بيجينا بشاشة حجمة 6.7 إنش واللي فيناك تطوية طبعا ورح يصير الجهاز بنص الحجم من أبرز المزايا اللي استعرضوها هو إن السيلفي بهذا الجوال رح يكون جودته قوي بحيث إن السيلفي فيناك تصوره بالكاميرا الخلفية نفسها لما بتطوي الجهاز وفيناك تاخد صورة لنفسك وحتى فيناك تشوف Preview بالشاشة الصغيرة هاي فحركي كتير حلوي لحتى تضمن لنفسك أفضل جودة صورة بالنسبة للسيلفي أيضا أثناء طوي الجهاز فيناك تشوف آخر التنبيهات من خلال هذا الشريط نفسه فيناك ترد على المكالمات كمان وتشوف معلومات مثل الساعة وغيرها كل هذا والجهاز مطوي إنتي لسه ما فتحته وقبل ما تفتحوا كامل فيه بالنص هيكي مود اسمه Flex Mode فكرته إنك بتقسم الشاشة لنصين وكل نص فيناك تعمل عليه شغلي مختلفة يعني مثلا بالمستقبل لما بتتابع فيديوهاتي بهذا الجوال فيناك تحط الفيديو نفسه بالنص العلوي أو الجزء العلوي للشاشة وتكتب تعليق بالجزء السفلي إلها حركة حلوية وبتشبه اللابتوب يعني بحيث إنك أنت يكون عندك مكان خاص للكتابي ومكان خاص للمشاهدي ممكن يكون أريح مع أني ماني كتير يعني فهمان شو ممكن أهميته الكبير يتكون الجهاز رح يتوفر بثلاث ألوان شايفينا قدامكم ورح ينزل بتاريخ 14 فبراير اللي هو يوم الجمعة اللي بعد بكرة وسعره 1380 دولار حاولوه أنتوا عاد لعملتكن وبصراحة الجهاز كفكرة بشكل عام يبدو مثير الاهتمام لكني لازلت خايف من التنفيذ نفسه لأنه الفولد لما نزل كان مليان مشاكل لدرجة أنه انسحبوه من الأسواق ورجعوا وعملوله إعادة إصدار فبتمنى أنه يكونوا واثقين أكتر بهذا الجهاز ويكون إصداره خلينا نقول مكتمل أكتر من الفولد وإنتا شو رأيكم بهذا الجوال شايفينه حلو ولا مانه مريح كتير ننتقل للإعلان الثاني وهو الإعلان الأهم بهذا الحدث واللي هو الجالكسي S20 بأنواعه الثلاثة في عنا الـ S20 العادة والـ S20 Plus والـ S20 Ultra اللي يعتبر تصنيف جديد منشوفه لأول مرة بأجهزة الجالكسي S اللي صارت معاصرة بشكل كبير للعام اللي نحن فيه يعني نحن الآن في عام 2020 والجهاز اسمه S20 يعني حركة حلوية يدل على معاصرة أحدث التقنيات لأنه فعلا الجهاز يعتبر معاصر وتحديدا بالكاميرا اللي أخذوا وقتهم بالكلام عنها وعن قوتها الكبير وفعلا يا جماعة الكاميرا تبدو إنها مثل ما بيقولوا Next Level يعني بهذا الجهاز بحيث إنه كنوع من أنواع استعراض العضلات تبع الكاميرا صوروا الحدث نفسه بكاميرا الـ S20 متخيلين معي الحدث هذا اللي شايفينه قدامكم لقطات هاي متصورة بالـ S20 وليست بكاميرات احترافية هذا بحد ذاته دليل إنه أديش الشركي فخورين بهاي الكاميرا ومعتمدين عليها وعلى قوتها الكبيري الكاميرا عندها قدرة على تصوير الفيديوهات بدقة 8K وأيضا التصوير في يوميزي إنه ثابت بكل فريم فيه بحيث إنك بتقدر تاخد سنابشوت أو خلينا نقول لقطة شاشي واضحة وثابتي لأي فريم عجبك بالفيديو اللي مصوره لأنه في كتير فيديوهات منصورة بتحتوي على لقطات حلوي لو بتحولت لصور فلما بتاخد سكرينشوت من هذا الفيديو ممكن يكون ما نواضح كتير أما بالـ S20 فرح تكون الدقة أكبر للفيديو بحيث إنك إذا أخدت سنابشوت لأي لقطة بتكون أوضح وأفضل أيضا تقريب الصور رح يكون محافظ على جودة الصورة بأدر المستطاع بفضل عدسة مختصة بالزوم وخاصية الـ Space Zoom واللي فكرتها إنه بيضمن أفضل جودي ممكني لما أنت بتقرب سواء أثناء التصوير أو بعد التصوير واستعراضه كان مبهر صراحة خصوصا بجهاز الألترا اللي بيدعم الزوم أكتر وأكتر لحتى يوصل إلى 100 مرة شي رهيب صراحة أيضا التصوير رح يكون أفضل بهذا الجهاز لو كانت الإضاءة خافتي يعني إذا صورت بالليل مثلا أو بمكان إنارت وضعيفي رح تضمن لنفسك صورة أفضل جودي يعني من أي جهاز آخر وأيضا هالشي رح يكون أفضل وأفضل بنسخة الألترا وإذا حكينا عن النشر مثلا رح يكون سهل بفضل دعم الفايف جي والنشر المباشر على اليوتيوب طبعا بالنسبة للفايف جي هو ما كتير بيعني لنا بدولنا العربية بما أنه لسه ما ندعم بشكل حقيقي بس يعني ممكن بالمستقبل يكون شي جدا مهم أيضا رح يكون فيه خاصية اسمها البرو أو البرو مود فكرتها أنك تعدل إعدادات التصوير بالجوال على راحتك مثل الأبتشر أو الأكسبوجر وغيرها من الإعدادات اللي بيعرفوها المصورين اللي بيستخدموا الـ DSLR فيعني بتحس أن الكاميرا فعلا كاميرا متطورة وليست مثل أي كاميرا الجوال آخر كاميرا الـ S20 العادة والـ Plus رح تكون بقدرة 64 ميجابيكسل أما الـ S20 Ultra فرح تكون 108 ميجابيكسل بحيث تضمن لك أفضل جودي ممكن أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فرح تكون بقدرة 10 ميجابيكسل بالجهازين أما بالـ S20 Ultra فرح تكون 40 ميجابيكسل يا جماعة الألترا هذا يبدو وكأنه كاميرا احترافية بس بتقدر من خلالها تردع المكالمات وتستخدم السوشال ميديا والألعاب وحديثا عن الألعاب الجالكسي S20 عنده قدرة أفضل لتشغيل الألعاب سواء من ناحية السرعة بفضل الذاكرة العشوائية اللي حجمها 16 جيجا أو من ناحية الدقة من خلال المعالج القوي والثماني النواة أو من ناحية سلاسة اللعب بفضل تحسين استجابة الشاشة اللي راح تكون بتردد 120 هيرتز على كل الأجهزة الثلاثة بمعنى أنه فينك تشغل الألعاب على الـ S20 بـ 120 فريم بالثاني وهذا بحد ذاته جنون صراحة أيضا الجهاز راح يكون مدعوم بشكل قوي من الشركات فمثلا عندهم شراكي مع إكس بوكس راح يقدمون لنا مجموعة ألعاب متنوعة بأفضل جودي ممكني وأولها راح تكون فورزا ستريت بس بالمناسبة يا جماعة ترى فورزا ستريت مختلفة عن فورزا اللي نحن بنعرفها هي مجرد لعبة هيك خفيفة وبسيطة على الجوال لا تقارن أبدا بالفورزا الأصلية تبعة الإكس بوكس أيضا شراكي مع نتفليكس راح تقدم لك محتوى حصري لملاك الـ S20 مع إمكانية البحث عن محتوى نتفليكس داخل الجهاز نفسه بدون الحاجة للدخول على تطبيق نتفليكس حجم الشاشة بالـ S20 راح يكون 6.2 إنش والـ S20 Plus راح يكون 6.7 والألترا راح يكون 6.9 كل الشاشات هاي راح تكون بنفس الدقة وبنفس التردد بطارية الـ S20 راح تكون 4000 ميلي أمبير والـ S20 Plus راح تكون 4500 أما الـ S20 ألترا فرح تكون 5000 بالنسبة إلي أنا بهمني أكتر إدارة استخدام البطارية من السيستم نفسه لأنه من تجربتي مع جهزة الجالكسي بشوف أنه الجهاز نفسه أو السيستم نفسه بيهيئ نفسه بطريقة ديناميكية على استخدامي للجهاز فبحس بعد فترة من الاستخدام أنه البطارية عم تتحسن فمشان هيك الرقم ما كتير بيعني لي قد ما بتعني لي كيفية إدارة الاستخدام من الجهاز نفسه أما السعر فرح يكون مثل ما نكون شايفينه أدامكم على الشاشة 1000 دولار للـ S20 1200 دولار للـ S20 Plus 1400 دولار للـ S20 Ultra ورح يتوفره بتاريخ 6 مارس القادم اللي هو شهر 3 الجاني الشيء الوحيد اللي ما عجبني هون هو أنه الحجم الأصلي قليل 128 جيجا لكل الأجهزة بالإضافة طبعا إلى توفر الـ 512 كخيار آخر لأنه مع حقيقة قوة الكاميرا وإمكانية تشغيل الألعاب على الجهاز هالشيء كله بيحتاج زاكرة أكبر والـ 128 ما بحسة بتكفي خصوصا مع الألترا تمنيت أنه تكون الزاكرة الأساسية 256 لحتى الواحد يشتري وهو مرتاح بس يعني بدون يدفعوك مصاري أكتر سواء على الزاكرة الخارجية اللي بتصل إلى 1 تيرابايت أو على الزاكرة الداخلية إنك تشتري الـ 512 أما بالنسبة للسعر فبصراحة أنا ماني شايفه مشكل كبيري بما أني معجب بتقريبا كل المزايا اللي استعرضوها وأنا عم بحكي عن نفسي يعني كشخص صلي زمان ما امتلكت جهاز جديد من سامسونج فبعتقد أنه الـ S20 Ultra رح يكون جهاز القادم إن شاء الله حتى لو كان سعره مرتفع بس بما أنه عم يقدم لي مزايا مقابل هالسعر فأنا موافق آخر شغلي أعلنوه رح نحكي عنه بسرعة هي الـ Buds Plus السماعة الجديدة اللاسلكية من سامسونج بما أنه الـ S20 ما بيحتوي على منفذ سماعة طبعا أكيد رح تكون جودتها أفضل بفضل تواجد سبيكرين بدل الواحد ورح يكون فيها ثلاث مايكروفونات مختلفة بحيث أنه صوتك يكون مسموع بشكل أفضل وأوضح حتى لو كان في كتير ناس حواليك السماعات رح تدوم لمدة 11 ساعة عند الشحن بشكل كامل والشحن أيضا لاسلكي يعني ما في أي داعي تستخدم أي سلك مع الـ Buds Plus بتتوفر بـ 14 فبراير وسعره 150 دولار فإذا ناوي تشتريه من هلا بقولك ألف مبروك وإن شاء الله بتتهنى فيه بس بالنسبة إليه بشوف يعني أنه سماعة الجهاز ما بتشكي من شيء يعني شو بس سماعة الخارجي؟ وبس يا جماعة هذا كان الملخص تبع سامسونج للإعلان عن منتجاته الجديد المؤتمر كان كتير مركز على الـ S20 واستعراض قوة الجهاز والكاميرا تبعه وبصراحة الجهاز نال إعجابة بما فيه الكفاية أما الزي فليب فبعتقد أنه لسه بكير عليه أو على هالتقنية عموما لحتى تصير شغلي مهمي صلي زمان ما عملت تغطي لمؤتمرات وحسيت أنه هذا المؤتمر مهم أني غطيه بما أني أنا بنفسي مهتم بالـ S20 فإذا أنت مستغرب أني ليش غيرت هيك فجأة عن الألعاب والأفلام فهذا السبب يعني حتى لو هذا الفيديو ما كتير إجاة تفاعل بس طالما أني أنا مستمتع بتغطية المؤتمرات هاي شغلي يعني صلي فترة ما عملت اكتبون أنت رأيكم بالجوال الجديد بالتعليقات وهل أنتم من عشاق سامسونج ولا أبل ولا عندكم توجهات أخرى منحرفين أعطيكم ألفها في المتابعة ولا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة إذا ما كنتم مشتركين ومنشوفكم إن شاء الله في قادم الأيام السلام عليكم